السلام عليكم عزائي الطلبة موضوعنا لهذا اليوم هو ألف التفريق هذا موضوع إملائي وإن شاء الله هو من المواضيع السهلة بس أريدكم كون ما تخطؤون به مو موضوع سهل وما تنطي أهمية ألف التفريق ألف التفريق هي ألف زائدة انتبهوا طلاب التعريف أنا رح أقرأ وأرجع أشرحها فقرة فقرة ونطبق على التمارين أو الأمثل اللي أنا كاتفها على السبورة حتى تكون سهل هي ألف زائدة تكتب ولا تلفظ يعني أثناء اللفظ من ألفظ الكلمة التي فيها هذه الألف لا تلفظ يعني ما تبين عندي باللفظ إن شاء الله سأوضحها وتلحق الضمير والجماعة انتبهوا على هذه العبارة أنا أخليها بلون مغاير حتى تتميزوها تلحق أي ضمير والجماعة في الأفعال الماضية يعني في الفعل الماضي تأتي والمضارع التي من الأفعال الخمسة المنصوبة والمجزومة وإحنا أخذنا الأفعال الخمسة وشوفنا العملية النصب والجزم شنو اللي يصير بيها وما هو التغيير اللي يحدث بعد دخول حرف النصب أو الجزم على الأفعال الخمسة وفعل الأمر أكرر هذه العبارة اختارة سؤالي تأتي الفلتفريق في الأفعال الماضية يعني في الفعل الماضي والأفعال المضارعة مولفعل المضارع العادي الفعل حصرا الفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة المنصوبة والمجزومة ليش ذكرنا المنصوبة والمجزومة؟ لأن الفعل أذكركم اللي من الأفعال الخمسة نهاية نون مثلا يكتبون يعني ما نقدر نخلي ألف تفريق أو ما نخلي يعني ما بين عندنا لكن إذا دخل عليه حرف نصب أو جزم مثل ما ذكرنا بالدرس الأفعال الخمسة راح تحذف هذه النون يعني تنصب وتجزم بحذفها وفي فعل الأمر أيضا تظهر هذه الألف بعد فعل الأمر اللي يتصل به شنو واو الجماعة انتبهوا على هذه العبارة نزيل لتفريق بينها وبين حرف العلة الواو حتى نفرق بين الضمير واو الجماعة وحرف العلة الواو والواو التي في نهاية بعض الأسماء يعني عندنا شكم وام هنا ثلاثة الواو اللي هي الضمير والواو اللي هي حرف من أحرف العلة والواو التي في بعض الأسماء حتى نميزها وضعت هذه الألف اللي سميت بألف التفريق على هذه الجهة نكتب الألف بالأمثلة بهاي الجهة ما راح نكتب الألف يعني هنا أكو ألف تفريق هنا لا يوجد هذا جدول كأنه مسوي حتى يصير سهل عليكم نرجع مع أول مثال كتبوا فعل ماضي اتصل به الضمير واو الجماعة جماعة الذين كتبوا كتبوا اتبهوا طلاق الضمير واو الجماعة موجود هذا هو واو الجماعة وهو فعل ماضي أنا بلتسلسل ذكرت الأمثلة حتى ما تشتبهون أولا راح ناخذ مثالين حول الفعل الماضي ومتصل به واو الجماعة مثلا عندنا كتبوا نرجع لبداية التعريف ألف زائدة تكتب ولا تلفظ أين الألف هذه؟ راح أشر عليها باللون الأحمر حتى تتميزوها طلاب كتبوا هنا جماعة بعضكم يعني ما يقدر رغم هذا الشرح وهذا التعريف ما يقدر يميز أنه هل أنه أضع الألف أم لا توضع هذه الألف إذا كانت الواو أي واو اللي هي واو الجماعة ليست من أصل الفعل شون يعني مو من أصل الفعل؟ يعني الفعل كتبوا أصلها شنو الفعل بالمفرد؟ كتب كتب بيها واو ماك واو هنا مع الحفاظ يعني من أحذف الواو الجماعة راح يطلع عدي المفرد وتحافظ على معنى الفعل أي فعل فعل الكتابة راح أذكركم بعدين ليش ذكرت هذه الجزئية نحذف الواو ونشوف نرجع الفعل أصله ما عندنا واو بالمفرد اللي هو كتبه حتى نميز إذن هذه الواو هي واو الجماعة بما أنه واو الجماعة حتى نميز عن غيرها نخلي الألف اللي هي ألف التفريق أو ما سمناها بألف التفريق فهنا نكتب الألف فهنا نكتب الألف مثال آخر مثلاً لدينا فعل ماضي درسوا أيضاً هذه الواو الضمير واو الجماعة أصل الفعل نرجع الفعل إلى أصله درسة لا توجد الواو وحافظ الفعل على معنى الدراسة من ألفظ هذا الفعل درسوا هل تشعر بالنطق الألف يعني ألف زائدة نرجع تكتب ولا تلفظ هنا غير ملفوظة هي الألف درسوا فقط صوت الواو يطلع عندي من ألفظ هذا الفعل اللي هو نهايته درسوا إذن هذه الألف هي ألف التفريق ننتقل إلى الأفعال المضارعة اللي هي من الأفعال الخمسة لكن الأفعال الخمسة المجزومة والمنصوبة أنا أخلت أشهر حرف بالجزم اللي هو لم والأشهر حرف بالنصب اللي هو لن مثلاً لن يهملوا أصل الفعل قبل دخول حرف الجزم لم هذا من الأفعال الخمسة تتذكروا أصله يهملون لكن حدفت النون لدخول لم هذا درس سابق شرحناه هنا أيضاً توضع الألف اللي هي نسميها ألف التفريق لم يهملوا انتبهوا ما ألفظ هذه الألف لم يهملوا إذن هذه الألف هي ألف التفريق مثال آخر حول الفعل من الأفعال الخمسة المنصوبة هاي لن من أحرف النصب لن يلعبوا أصل الفعل يلعبون لكن حذفت النون لدخول لن لن يلعبوا أيضاً هذه الألف وضعت بعد الضمير واو الجماعة أهم نقطة عندنا هاي خليها داخل مستثيل باللون الأحمر أهم نقطة توضع بعد تلحق الضمير واو الجماعة لن يلعبوا انتبهوا طلاب كلها بالجماعة نضع هذه الألف يعني الواو اللي قبلها واو جماعة إذا ما موجودة نمدل هذه الواو على واو الجماعة وفعل الأمر أيضاً تأتي منه أو تذكر فيه أو تلحقه ألف التفريق هاي هنا أنا أخيراً من فعل الأمر مثلاً أحفظوا أو أرسموا أحفظ فعل الأمر وضعت هذه الألف وسميناها بألف التفريق أريد أتأكد أنه هاي الواو من أصل الفعل الفعل أحفظ أصل الفعل شنو؟ أحفظ أحفظ هذه الواو ليست من أصل الفعل إذن هذه الواو هي واو الجماعة ضمير واو الجماعة وبما أنها ليست من أصل الفعل بعد رجاعها إلى المفرد مع الحفاظ على معنى الفعل يعني حفظ بقى على معنى الفعل اللي هي الحفظ إذن نكتب هنا الواو أو نضعها لتنميز واو الجماعة عن غيرها من الواو مثال أخير ارسموا أيضا فعل أمر اتصل به ضمير واو الجماعة مفرد هذا الفعل لو رجعناه ارسم ارسم ما بيها واو إذن هذه الواو هنا واو جماعة بما أنه تأكدنا أنها ضمير واو الجماعة لازم نخليه بعدها ألف التفريق هذه ألف التفريق التي كتبناها ولكنها لا تلفظ تكتب ولا تلفظ الآن بعض الأفعال أو الأسماء توجد فيها الواو ولكن لا نكتب فيها ألف التفريق اللي هي حرف العلة الواو أو الواو التي في نهاية بعض الأسماء لدينا الأفعال مثلا يدعو ينمو يصحو هذه كلها أفعال أيضا انتهت بواو ولكن ما خلينا بعدها ألف التفريق هسا بعضكم يشتبه أنه شلون أنا قبل قليل بس أشوف الواو خليت ألف التفريق الأمثلة السابقة ادل على الجمع الواو واو الجماعة هنا في هذا المثال يدعو من الذي يدعو شخص واحد مفرد مو جمع هاي الطريقة الأولى الطريقة الثانية أنا ذكرت لكم إذا رجعنا قبل قليل الفعل إلى المفرد ويحافظ على معنى الفعل هذا هو الواو ضمير واو جماعة هنا رح أحذف الواو أشوف الفعل يحافظ على نفس المعنى إذا حافظ هذه الواو مو اللي إحنا حتينا عنها إذا ما حافظ عليها فما نخلي بعدها ألف التفريق يدعو إذا حدفنا الواو بشي يصير يدع يدعو نفس الفعل اللي إحنا نريده لذلك لا نستطيع أن نحذف الواو من هذا الفعل وبالتالي لا نكتب ألف التفريق كذلك الفعل ينمو ينمو إذا حذفنا الواو يصير ينم رح يختلف المعنى هنا الفعل ينمو من النمو ينم رح يصير من النوم يعني فاختلف المعنى عندنا ما حافظ إذن هنا ما رح نخلي ألف التفريق لماذا؟ لأن الواو من أصل الكلمة ما قدرنا نحذفها؟ يعني الواو من أصل الكلمة بما أنه الواو من أصل الكلمة لا نضع بعدها ألف التفريق والواو التي ليست من أصل الكلمة نضع بعدها ألف التفريق مثل الأمثلة السابقة كتبوا من الفعل كتب الكتب ما بها واو إذن مو من أصل الكلمة هنا الواو من أصل الكلمة يصح هل الواو من أصل الكلمة؟ إذا أجرب أحذف الواو صير يصح اختلف أو ما بقى ما حافظت الكلمة على المعنى المراد إذن هذه الواو لا يمكن حذفها وهي من أصل الكلمة هناك بعض الأسماء عندنا أسماء الخمسة طلاب اللي هي أبو أخو وذو هذه أيضا لا نذكر بعدها ألف التفريق لأن الواو من هنا هذه لا نذكر بعدها هاي اللي التوضيح بعدها ألف التفريق أسماء أخرى مثلا جون أو حلون أو صحون هذه الأسماء الواو من أصل الكلمة شلون عرفناها من أصل الكلمة؟ من نحذف الواو ما راح تحافظ الكلمة على المعنى نفسيته اللي قبل الحذف يعني مثلا جون إذا حلفنا الواو يبقى فقط حرف الجيم ما يعطي أي معنى ولا يحافظ على معنى اللي مع وجود حرف الواو أو قبل عملية الحدف بقى عندنا ملاحظة أخيرة أو شيء أخير لا نكتب فيه ألف التفريق أو بعده اللي هو الواو عدنا الأسماء لجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم عندما يضاف إلى ما بعده لا نكتب أيضا ألف التفريق مثلا عدنا معلمون هي جمع مذكر سالم إذا أضفناها إلى ما بعده إيش راح تصير مثلا معلموا اللغة معلموا اللغة هنا لا توجد ألف تفريق وكذلك مثال آخر حاملوا الأعلام أيضا هنا لا نكتب الألف وحافظوا العهد أيضا هنا اللي هي أضيفت إلى ما بعدها لا نكتب فيها ألف التفريق أتوقع الدرس واضح وسهل إذا كانت الألف العفوان الواو إذا كانت الواو ليست من أصل الكلمة يعني الواو إذا مو من أصل الكلمة يعني هذي شنو الواو ضمير واو الجماعة إذن نخلي بعدها ألف اللي هي ألف التفريق إذا كانت الواو من أصل الكلمة يعني ما أقدر بعد ما أحذفها تنطيني نفس المعنى قبل الحذف إذن هذه الواو من أصل الكلمة فلا نضع بعدها ألف التفريق إلى هنا ينتهي درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة